موسيقى سلام الله لكل مشاهدين في كل زمان ومكان هذه حلقة خاصة من برنامج سؤال جريء وهي حول موضوع طويل عريض أطلق عليه علماء الإسلام الإعجاز العلمي في القرآن وبالدبط سنخصص حلقة اليوم عن أشهرها وهو موضوع مراحل تطور الجنين سنطرح أسئلة علمية ولغوية وتاريخية حول النصوص القرآنية التي يزعم أصحابها أنها وصفت مراحل تطور الجنين وصفا دقيقا لم يتوصل إليه العلم إلا في العصر الحديد وبالتالي يطرحون سؤالا مفاده من أخبر محمدا بهذه الأشياء لا بد أنه الله العزيز العليم الذي يعلم كل شيء هو من أخبره بذلك وهذا هو الاستنتاج الذي دائما ما يختتمون به دعاءاتهم فهل ما يدعونه صحيح؟ وهل فعلا القرآن وصف مراحل تطور الجنين وصفا علميا دقيقا وهل هذا الوصف لم يكن موجودا قبل محمد في الثقافة العربية وفي الثقافة اليونانية؟ أم أن كاتب القرآن لم يقل إلا ما كان موجودا أيامه وما كان معروفا للكل آنذا وهل كلمات مثل النطفة والعلقة والمضغة كلمات علمية أم هي كلمات عربية لها معاني محددة لا يمكن أن نحملها أكثر مما عنته في القديم؟ أسئلة كثيرة ينبغي أن نجيب عليها ونظهرها للمشاهد بالدليل والبرهان لم يقل القرآن أن فيه أي معجزة علمية ولم يقل محمد في أي حديث أن القرآن فيه أي معجزة علمية فإن كان في القرآن معجزات علمية لا تعد ولا تحصى لماذا سكت محمد عنها ولم يقل للناس أنها موجودة؟ والآية التي يدخلها الإعجازيون في كتبهم وبرامجهم عن الإعجاز لا علاقة لها بالإعجاز إطلاقا فالآية تقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فالآية بحسب المفسرين تتحدث عن مشرك قريش الذين وجه الخطاب لهم أولا والمعنى كما قال الطبري عن السدي سنريهم آياتنا في الآفاق يقول ما نفتح لك يا محمد من الآفاق وفي أنفسهم معناها في أهل مكة يقول نفتح لك مكة إذن المقصود ليس الإعجاز العلمي بل المقصود هو انتصارات محمد ومعاركه هي التي سيراها المشركون وفي أنفسهم أي سيرون انتصاره عليهم أيضا ليعرفوا أن الإسلام هو الدين الحق فالحجة إذن ليست هي الإعجاز بل هي الانتصار فانتصار الإسلام في المعارك على خصومه في نظر محمد هو الحجة على صدخ الإسلام وليس كما يدعي دعاة الإعجاز لا يوجد لا في القرآن ولا في الحديث لفظ الإعجاز أو لفظ المعجزة ونحن نتساءل كيف ينادي المسلمون بالإعجاز في كتب ومجلدات ومؤتمرات وهو لا وجود له لفظا لا في القرآن ولا في الحديث ولا في أقوال الصحابة ومع ذلك سنقبل بفكرة الإعجاز إذا تم تعريفها تعريفا دقيقا فمتى يمكننا أن نقول أن ما أتى به القرآن معجزة حقيقية من ناحية العلمية يمكننا أن نقبل ما قاله القرآن على أنه معجزة إذا توفرت فيه الشروط التالية أولا إذا كان معرفة جديدة لم يسبقه لها أحد من قبل فإن وجدنا أي معلومة قد أتى بها القرآن كانت موجودة في عصره أو ما قبله سواء في الكتب القديمة أو الفلسفات والأديان القديمة فإن الإعجاز يبطل في هذه الحالة لأن المعلومة لم تعد معجزة قد عرفها الناس قبل القرآن ثانيا إذا كان ما جاء به هو معرفة يصع بالتوصل إليها بالتخمين أو بالملاحظة فمثلا لو عرفنا أن أطوار الجنين بالوصف القرآني في معناها الأصلي هي أطوار يمكن التوصل إليها عن طريق الملاحظة فإن الإعجاز يسقط في هذه الحالة أيضا أو مثلا عندما يقول القرآن والشمس تجري لمستقر لها وعرفنا أن الإنسان بملاحظته يمكن أن يستخلص أن الشمس تجري في السماء في هذه الحالة لا يمكن أن نعتبر القرآن قد جاء بشيء معجز لأن هذه المعرفة متاحة للناس عن طريق الملاحظة الشرط الثالث إذا كان الوصف عاما وغير دقيق ويقبل التأويل على أكثر من وجه لأنه في هذه الحالة لا يوجد معنى واحد محدد يمكن الركون إليه والمعجزة ينبغي أن تكون واضحة خالية من أي تشويش يشوبها قال الصيوطي في كتاب الإتقان اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة فإذا كان مصطلح العلقة غير واضح فمثلا من المستحيل أن نقول أنه معجزة التحدي لا يكون بالأمر الغامض الذي يمكن أن نجد له أكثر من معنى التحدي يكون بالأمر الواضح الجلي الذي لا قبار عليه إذن لو لخصنا الشروط الثلاثة ستكون كالتالي معرفة جديدة معرفة يصعب التوصل إليها بالملاحظة والتخمين الوصف دقيق غير قابل للتأويل إذن ما هي المعجزة أو ما هو هذا الإعجاز الذي يتحدث عنه الإعجازيون في مراحل تطور الجنين سنأخذ الآية المحورية التي يدور حولها الموضوع وبعد ذلك نتحدث عنها وعن ما يتعلق بها من آيات أخرى ونؤيد كلامنا بالأحاديث الصحيحة والتفاسير المعتمدة ثم نسأل الأسئلة العلمية ونرى هل المعايير الثلاث تنطبق على الآيات التي أمامنا ترجمة نانسي قنقر إذن القرآن يتكلم أن الإنسان خلق من الطين ثم من نطفة وهذه النطفة تتحول إلى علقة وهي تتحول بدورها إلى مضغة فتصير المضغة عظاما ثم تكثى باللحم ثم ينشأ خلقا آخر إذن هي ست مراحل في المجموعة كل مرحلة لها خصائصها ولها مدة زمنية تحددها لذلك علينا أن ندرس كل مرحلة على حدة لنعرف هل فعلا هذا الوصف وصف معجزي أم أنه وصف عادي في زمن القرآن ومكانه يذكر القرآن أن الإنسان خلق من طين في مواضع مختلفة منه وليس في الآية 12 من سورة المؤمنون فحسب فمثلا في سورة يقول إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وفي سورة الرحمن يقول القرآن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وفي مكان آخر يقول وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون إذن المقصود بهذه الآيات هي أن الإنسان كنوع كانت بداية خلقه من التراب وهذا ما يقوله القرآن بكل وضوح في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين فمرحلة الطين هي بداية البشرية وقد عبر عنها القرآن بتعابير مختلفة لكنها تعني نفس الشيء في الأخير فمرة يقول إن خلقناهم من طين لازم والمعنى بحسب المفسرين إن خلقناهم من طين لاصق وإنما وصفه جل ثناؤه باللزوب لأنه تراب مخلوط بماء ومرة سماه الصلصال وهو الطين اليابس الذي لم يطبخ ومرة أخرى سماه صلصال من حماء مسنون عن ابن عباس قوله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون قال هو التراب اليابس الذي يبل بعد يبسه ومرات أخرى أشار القرآن إلى أن الإنسان خلق من تراب يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون إذن المجموع أربع مرات أشار القرآن إلى خلق الإنسان من صلصال سبع مرات من طين ست مرات من تراب وهي مرادفات لنفس الشيء ليقول لنا أن الإنسان كانت بدايته من التراب كما قال القرطبي وقوله من طين أي أن الأصل آدم هو من طين لنستمع إلى ما يقوله الدكتور زغلول النجار وهو من دعاة الإعجاز عن هذه المرحلة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فنحن نعلم أن أبان آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه رضا الله قد خلق معا من أصل واحد هو طين هذه الأرب وأن كل فرد من بني آدم يرف جزءا من هذا الطين الأصلي والتحليل الكيميائي لجسم الإنسان يؤكد على أنه يشبه عناصر الأرض تماما مع فارق بسيط أنه تتركز فيه بعض ضرات الكربون التي تدخل في طعامه أو طعام الأم زيادة في عنصر الفصفور الذي من شأن كل الخلايا الحية أن تحصد على جزء منه ولكن التشابه كبير بين طراب الأرض ومائها وبين بناء الجسد الإنساني إذا ولد الوليد فإنه يتغذى على لبن الأم ولبنها مستمد من طعامها وطعامها مستمد من طراب الأرض إذا فطمة يأكل من الخضروات والفواكه والمنتجات الألبان وبعض المنتجات الحيوانية وهذا كله مستمد من طراب الأرض فإذا قال ربنا تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين كان هذا حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهل ذكر القرآن لهذه المعلومة يجعلها معجزة؟ هل هي إعجاز يستحق التنويه أم أنها معرفة كانت سائدة قبل وجود محمد وطلقاها محمد من محيطه؟ أول شيء يمكن أن يتبادر إلى ذهن أي مشاهد هو وجود الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين قبل محمد بمئات سنة وهذا الكتاب يحوي نفس المعلومة حيث يقول في سفر التكوين وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أن فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا إذن هنا يذكر الكتاب المقدس صراحة أن بداية خلق الإنسان كانت من تراب أما الرسول بولوس في القرن الأول الميلادي فيقول الإنسان الأول من الأرض ترابي إذن اليهود والمسيحيون كانوا يعرفون حق المعرفة أن آدم مخلوق من تراب وقد ملأ اليهود والمسيحيون شبه الجزيرة العربية وقد كانت هناك قبائل مسيحية بالكامل مثل النجران وكانت هناك قبائل يهودية بالكامل مثل خايبر بالإضافة إلى وجود بعض من اعتنق بعض المداهب المسيحية مثل ورقة بن نوفل في مكة وهؤلاء وحدهم كفيلون بنقل هذه المعرفة إلى شبه الجزيرة العربية فوق هذا كله أن خلق الإنسان من تراب هو أمر كان يعرف كل العرب آمدك أمية بن أبي الصلت مثلا كان يقول في شعره كيف الجحود وإنما خلق الفتى من طين صلصال له فخار ولاحظوا حتى التعبير نفسه صلصال كالفخار في القرآن وصلصال له فخار في شعر أمية إذن الخلاصة أنه لا يمكن القول بأي حال من الأحوال أن ما أتى به القرآن في هذه المرحلة مرحلة الطين يعد جديدا لم تعرفه البشرية ويعد معجزة أو إعجازا يمكن أن يتحدى به القرآن البشر نأتي إذن إلى المرحلة الثانية وهي النطفة ذكرت كلمة النطفة 12 مرة في القرآن وتقول الآية محور دراستنا عن الإنسان ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ومعنى جعل الإنسان نطفة هنا أنه خلق جوهر الإنسان أولاً طين ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة في أصلاب الآباء فيقذفه الصلب بالجماع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكيناً لهذه النطفة والنطفة هنا المقصود بها هو ماء المني حيث جاء في مكان آخر في القرآن هذا التعبير مفصلاً يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى والمعنى هنا ألم يكن الإنسان من قطرة من ماء تمنى في الرحم أي تراق فيه ولذلك سميت مناً لإراقة الدماء قبل أن نبحر في هذه المرحلة ونعرف هل هي فعلاً معجزة أم هي وصف بدائي عادي متاح لأي إنسان أن يدرك بمجرد الملاحظة دعونا نستعرض تعريف النطفة من ناحية اللغوية النطفة والنطافة هي القليل من الماء وقيل الماء القليل يبقى في القربة قال أبو منصور والعرب تقول للمويهة يعني التصغير ماء للمويهة القليلة نطفة وللماء الكثير نطفة وهو بالقليل أخص يعني مخصوص بالقليل إذن النطفة هي الماء سواء القليل أو الكثير ولكن في الغالب يقصد بها الماء القليل وقد جاءت بعض الأحاديث تؤكد معنى الماء القليل وبعدها يؤكد معنى الماء الكثير فقد قال محمد والذي نفسي بيده لا يزال الله يزيد الإسلام وأهله وينقص الشرك وأهله حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى إلا جوره يعني جور السلطان قيل يا رسول الله ومن نطفتين قال بحر المشرق وبحر المغرب أو بحر المشرق والمغرب إذن سمي البحر نطفة في هذا النص وفي الحديث قال يعني محمد لأصحابه هل من وضوء فجاء رجل بنطفة لاحظوا التعبير بنطفة في إداوة أراد بها هنا الماء القليل وبه سمي المني نطفة لقلته وفي صحيح مسلم فجاء رجل بإداوة له يعني لمحمد فيها نطفة فأفرغها في قدح فتودأنا كلنا إذن هنا أطلقت لفظة نطفة على الماء القليل خلاصة القول أن النطفة في الآية القرآنية المقصود بها هو ماء المني وقد سمي نطفة لقلته وهذا المعنى نجده قد تكرر في آيات قرآنية أخرى يؤكد القرآن أن معنى النطفة هو ماء المني وقد كرر ذلك في مناسبات عديدة حيث أشار إليه بلفظة الماء بالتحديد حيث قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين لنسمع التفسير عن قتادة وبدأ خلق الإنسان من طين وهو خلق آدم ثم جعل نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين السلالة هي الماء المهين الضعيف ويعيد القرآن نفس الفكرة بصيغة أخرى في سورة المرسلات حيث يقول ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين يعني النطفة فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم إلى قدر معلوم إلى وقت معلوم لخروجه من الرحم وهذا الكلام واضح ولا يحتاج إلى لف ودوران وإعجاز لكن الدكتور جغلون النجار ومعه دعاة الإعجاز يدعون أن القرآن تحدث عن البوايدة عن الحيوان المنوي عن تلقيح البوايدة إلى أخره لنسمعه بنفسه يوضح هذا الأمر ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ونطفة هنا المقصود بها النطفة الأنشاج النطفة المختلطة يعني البوايدة المخصبة والقرار المكين هو الرحم الذي هيئه ربنا تبارك وتعالى تهيئة طبيعية خاصة تجعل الجنين فيه محميا حماية هائلة بقدرة الله وإرادته فهل ذكر القرآن البوايدة لا أبدا هل ذكر الحديد البوايدة أبدا القرآن ذكر النطفة والنطفة كما رأينا هي القليل من الماء وهذه هي مشكلة الإعجازيين يأخذون مصطلح قرآني بسيط مثل النطفة ثم يتوسعون في الحديث عنه ويلسقون به معاني أخرى لم يعنيها هذا المصطلح لا عند اللغويين ولا عند مفسر القرآن القدامة ولا في أحاديث محمد المفسرة للقرآن ولا حتى عند العرب في أشعارهم النطفة هي الماء وليست الحيوان المنوي ولا البوايدة في سورة الإنسان يقول القرآن إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا النطفة الأمشاج هنا نظرا لأنها كلمة غريبة على العربي المعاصر يريد الإعجازيون أن يولدوا منها معاني لم تحمل بها أبدا في يوم من الأيام الدكتور زغلول النجار مثلا حاول أن يقول أن النطفة الأمشاج تعني البوايدة الملقحة لنسمعه كيف يفسر لنا بنفسه النطفة الأمشاج أن الجنين الذي يتكون من النطفة الأمشاج النطفة المختلطة من الحيوان المنوي من الأب والبوايدة أو البيضة من الأم يلتحق بجدار الرحم أو يلتصق بجدار الرحم بعد أن يحفر في هذا الجدار حتى يصل إلى الأعوية الدبوية فتغذى على دم الأم النطفة الأمشاج النطفة المختلطة يعني البوايدة المخصبة فهل فعلا النطفة الأمشاج هي البوايدة المخصبة؟ هل محمد كان يعرف أي شيء عن تخصيب البوايدة؟ دعونا نعرف ما تقوله التفاسير أولا بهذا الخصوص وقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه يقول تعالى ذكره إنا خلقنا ذرية آدم من نطفة يعني من ماء الرجل وماء المرأة هذا ما يقول المفسرون إذن المقصود هو الماء القليل المختلط بين ماء الرجل وماء المرأة كما اعتقدوا لأن محمد كان يعتقد كغيره آنذاك أن للمرأة مني كما للرجل المني ومني المرأة يختلط بمني الرجل فيتولد عنه ماء مختلط وبما أن الماء القليل يسمى نطفة إذن هو نطفة مختلطة أو نطفة أمشاج هل هناك ما يؤيد هذا الكلام؟ نعم كل المفسرين يؤكدون هذا الكلام عن عكرمة أمشاج نبتليه قال ماء الرجل وماء المرأة يمشج أحدهما بالآخر وعن ابن عباس قال ماء المرأة وماء الرجل يمشجان يعني اختلطان عن الربيع ابن أنس قال إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج مختلط وإذا ذهبنا إلى قوامس اللغة لتفسير لفظة أمشاج فإننا نجد أن معنى مشاجة هو خلطة والمشج كل لونين اختلطة وقيل هو مختلط من حمرة وبيض وقيل هو كل شيئين مختلطين وما يؤكد كلامنا أن محمد اعتقد أن مني الرجل ومني المرأة يختلطان فيكونان ماء مختلطا يسمى نطف أمشاج هو أقوال محمد في الأحاديث نفسها حيث جاء في مسند أحمد مر يهودي برسول الله وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي قال حتى جلس ثم قال اليهودي يعني يا محمد مما يخلق الإنسان قال يعني محمد يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة هذه هي النطفة الأمشاج فأما يكمل محمد فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم فقام اليهودي فقال هكذا كان يقول من قبلك وفي صحيح مسلم عن عروى بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء يعني شافت إفرازاتها المهبلية فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك يعني اخجلي فقالت فقال رسول الله دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك يعني خليها تسأل فالشبه لا يكون إلا من قبل ذلك إذا على ماءها يعني المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه إذا الحديث يوضح السورة أكثر محمد لم يعرف لا البويضة ولا الحيوان المنوي ولا أي شيء بل كل ما عرفه هو ماء المرأة وماء الرجل والأولاد في نظره يخلقون من اختلاط هذا الماء بذاك وسماها النطفة الأمشاج أي الماء المختلط فهل هذه معجزة أن يقول أي إنسان أن الأولاد يخلقون من اختلاط ماء الرجل بماء المرأة خصوصا وأنه يتحدث عن ماءين يخضعان للملاحظة فالحديث السابق تقول السائلة هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء إذن هي تتحدث عن الماء الذي يدرك بالملاحظة خارجا من الجهاز التناسل للمرأة وماء الرجل أيضا يمكن ملاحظته بالعين المجرد وقد أدرك الإنسان منذ فجر الخليقة أن ماءه هو سبب الحبل والولادة لا يحتاج المرأة إلى ذكاء خارق ليتوصل لذلك وبالتالي فإن القرآن لم يأتي بجديد في هذه المرحلة لأن هذه الأمور كانت معروفة ولم يأتي بشيء لا يمكن إدراكه بالملاحظة بالعين المجردة أما عن الأخطاء العلمية التي ارتكبها الحديث والقرآن في هذه المرحلة فهي تحتاج إلى وقفة وإلى مجموعة من الأسئلة الخطأ الأول الحمل لا ينتج عن امتزاج ماء الرجل بماء المرأة من الناحية الطبية يعتبر من الخطأ أن نقول أن الطفل ينتج عن اختلاط ماء الرجل بماء المرأة فماء الرجل وماء المرأة لو اختلطا لا ينتج عنهما أي حبل على الإطلاق لماذا؟ لأن ماء الرجل يعتبر مجرد ناقل وحامل للحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين المجردة وهناك من الرجال من ينتج ماء ومع ذلك يعد عاقرا لا ينجي بالأطفال بسبب انعدام أو قلة الحيوانات المنوية في ماءه وماء المرأة لا علاقة له بالحبل على الإطلاق لأن ماء المرأة هو مجرد إفرازات مهبلية تسهل عملية الإيلاج أو عملية الجماع برمتها وهذا ما يحدثنا عنه الدكتور منتون لكن قبل أن نسمع حديث الدكتور منتون من الواجب علي أن أقدمه للمشاهدين الدكتور منتون دكتور متخصص في الخلايا وأستاذ في الطب الحيوي وأستاذ أيضا في مادة علم التشريح أستاذ محاضر ومدرس في الجامعات الأمريكية ماذا يقول الدكتور منتون عن ماء الرجل وماء المرأة الذي يتحدث عنه القرآن والحديث السائل الذكوري الذي يراه هو السائل المنوي الذي بكل بساطة يحمل الحيوانات المنوية والسائل الذي يعلمه عند النساء يعمل وظيفة التليين وليس له أي دور في تشكيل الطفل ولا بأي شكل من الأشكال هذا السائل لا يحتوي أي ضبويضات ولكونه لا يحتوي أي ضبويضات ليس بإمكانه فعل أي شيء لا يعني هذا أن لا فائد منه من الواضح أن له أهداف تليينية تقنيا ليس لديهم الحيوان المنوي بل السائل المنوي الذي يشاهدونه الحيوانات المنوية هي الاسم الموطى لهذه الخلايا التي توفر عناصر الوراثة في الذكور كانوا يعلمون فقط عن السائل المنوي وكانوا يعلمون عن السائل الذي تفرزه الأنثى إذا وضعت السائل الذكوري مع السائل الأنثوي فلن يؤدي هذا مباشرة إلى تكون طفل هذا تنشئه الخلايا الجرثومية في السائل الذكوري وقد أدرك الشيخ القرداوي أن تعبير ماء الرجل وماء المرأة هو مصطلح كان عبارة عن اعتقاد القدمة وهو مخالف لما يعلمه العلم اليوم نسمع ما قاله الشيخ القرداوي هذه النطفة الأمشاج التي هي من ماء الرجل وماء المرأة كما يعبرون قديما أن كانوا يظنون أن المرأة لها ماء والرجل له ماء نعم نحن الآن بالعلم الحديث وتطور علم الأجنة وهذه الأشياء عرفنا أن هناك يعني الرجل يقدف في النطفة الواحدة مئات الملايين من الحيوانات المنوية كل واحد منها صالح لأن يكون إنسانا والمرأة في كل شهر القمر تقريبا 28 يوم أو 26 يوم تأتي ببيضة صالحة لأن تستقبل هذا الحيوان المنوى وإذا استقبلته ولقح هذه الببيضة ورد مشروع الإنسان الخطأ الثاني محمد يخطئ في تحديد مدة هذه المرحلة لم يحدد القرآن طول مرحلة النطفة هل تدون ساعة أم يوم أم أسبوع أم شهر إلى آخره لا يقول القرآن أي شيء عن هذا الأمر القرآن يتحدث عن تتابع المراحل دون تحديد مدتها وهذا يعتبر نقصا فضيعا في المعلومات المقدمة وتعميما كبيرا فلو كان القرآن معجز فعلا لا أعطانا بالتدقيق كم تدوم كل مرحلة حتى يكون ما ادعاه دعاة الإعجاز صحيحا كلام القرآن كلام عام مبهم لا تحديد فيه المعجزة ينبغي أن تقدم وصفا دقيقا كما رأينا لكن محمدا فسر الآية بأحاديته الصحيحة في هذا الباب أذكر من بينها ما رواه حذيفة بن أسيد أو أسيد الغثاري قال سمعت رسول الله بأذني هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك إذن النطفة بحسب هذا الحديث تبقى أربعين يوما في الرحم وهذا ما يؤكد حديث آخر جاء في الصحيحين عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق كما يقول الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما وهنا مرحلة النطفة أربعين يوما ثم يكون في ذلك علق مثل ذلك يعني مثل النطفة أربعين يوم أخرى ثم يكون في ذلك مدغة مثل ذلك أي أربعين يوم أخرى ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح وللتأكيد فقط جاء الحديث في مسند أحمد مؤكدا لنفس المعلومة أن النطفة تبقى في الرحم لمدة أربعين يوما عن أبي عبيدة بن عبد الله يحدد قال قال عبد الله قال رسول الله إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تتغير فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم مدغة كذلك ثم عظاما كذلك الحديث يقول صراحة أن النطفة تبقى على حالها في الرحم دون تغير خلال أربعين يوم وفي حديث آخر تصل المدة إلى خمس وأربعين يوما حيث يقول يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فهل العلم يؤكد هذه المعلومة أم تعد خطأا شنيعا؟ أجرينا الحوار التالي في هذه النقطة مع الدكتور منتل إذا نظرنا إلى هذا الرسم هنا نرى أنه بعد 12 عشرة إلى 24 ساعة من انطلاق البويضة السائل المنوي يلقحها أو تكون لديه إمكانية تلقيح البويضة عادة ما يكون حوالي 100 حيوان منوي في محيط بويضة واحدة ولكن حيوانا منويا واحدا يسمح له بتلقيح البويضة إذا لقحت البويضة تمضي قدما في الأنبوب وفي خلال 30 ساعة تنقسم لتشكل أول خليتين لجسد الطفل وستبدأ هاتان الخليتين بالتخصص فهذه ليست شيئا عديم الشكل وهي ليست دما متخثرا هذه خلايا تحتوي كل المعلومات الوراثية التي سيحملها الطفل على الدوان محمد يقول أن النطفة تبقى أربعين يوما أو خمسة وأربعين يوما في الرحم لكن انظروا كيف يكون الجنين بعد حوالي 6 أسابيع وهي المقابل للأربعين يوما حيث نرى تشكل الرأس والعين والأطراف فهل هذا شكل نطفة؟ هل هذا عبارة عن ماء مختلط؟ هل تستطيع أي جامعة محترمة أن تدرس طلبتها في الطب أن الجنين يكون في كل الأربعين يوم الأولى عبارة عن ماء مختلط فقط؟ أم أن مراحل التغيير تقع في كل ساعة وفي كل دقيقة من دخول الحيوان المنوي إلى البويضة إلى انقصام الخلايا ثم تشكل الأطراف؟ بل إن القلب يبدأ في النبض منذ اليوم الواحد والعشرين فهل النطفة لها قلب ينبض؟ يقول حديث آخر صحيح لمحمد إذا مر بالنطفة تنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فسورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها هل هذه الصورة وهي لجنين في أسبوعه السابع بلا لحم بلا جلد؟ الخطأ الثالث محمد يخطئ في تحديد مصدر الصفات الوراثية القرآن لا يتحدث على التفاصيل كما قلنا لكن الأحاديث الصحيحة تشرح لنا تفاصيل أكثر عما كان يعتقده محمد بخصوص الجنين لقد كان يعتقد أن الشبه يحصل من الماء نقرأ الحديث عن أنس قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي المدينة فآتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله خبرني بهن آنفا جبريل ثم أجاب يعني محمد عن الأسئلة وللاختصار أذكر فقط ما قاله عن الشبه وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماءه كان الشبه له إذا سبق ماءها كان الشبه لها قال يعني عبد الله بن سلام أشهد أنك رسول الله إذا من الأسباب التي دعت عبد الله بن سلام إلى أن يصير مسلما هي جواب محمد عن الشبه في الجنين ولكن من هذا الحديث نستنتج الأمور التالية أن النطفة تعني ماء الرجل وماء المرأة تماما مثل ما قلنا حيث قال إذا غشي المرأة فسبقها ماءه كان الشبه له وإذا سبق ماءها كان الشبه لها إذن القضية هي قضية ماء وقضية صباق لو قذف الرجل ماءه قبل المرأة يكون الشبه للوالد وإذا قذفت المرأة قبل الرجل كان الشبه للمرأة ولأخوال الجنين والأمر الآخر الذي نستنتجه هو أن عبد الله بن سلام كان يمتحن محمد معناه أنه كان يعرف هذه الأمور قبل محمد وأنه أراد فقط أن يمتحن معرفة محمد بها وهذا يؤكد أن هناك معرفة طبية معينة كانت سائدة بين مجموعة من الناس وصابقة حتى لعصر محمد تتعلق بكيف يكون الشبه من الأم والأب وفي حديث آخر عن عائشة أن امرأة سألت محمد هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداكي وألت قالت فقال دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه إذا الحديث هنا يقول أنه إذا على ماء الرجل كان المولود شبيها به وإذا على ماء المرأة كان المولود شبيها بها فهل يتوقف الأمر على العلو أم على السبق يبدو الأمر مختلطا لكن في حديث آخر يدعى حديث أم سليم في صحيح مسلم يذكر لتنين يقول فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه كيف فسر العلماء هذا الخلط قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا الصبق ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة إن الحل الذي التجأ إليه مفسر الحديث للتوفيق بين المعنيين هو تأويل العلو إلى الصبق حيث يقول ابن حجر والمراد بالعلو هنا الصبق لأن كل من سبق فقد على شأنه فهو علو معنوي وكيفما كان تفسير المفسرين للعلو والصبق فالأمر لا علاقة له لا بعلو ولا بالصبق فالأمر كله يتعلق بالجينات الوراثية لا بأي ماء سبق أو على فالإنسان يحمل 46 كروموزوم تكون على شكل أزواج 23 زوج كل إنسان يأخذ 23 كروموزوم من أمه و23 من أبيه كما نرى في الصورة المعروضة على الشاشة 22 زوج من هذه الكروموزومات يكون متعلقا بشكل الجسم وزوج واحد متعلق بجنس الجنين هذه الكروموزومات تحمل جينات وراثية هي التي تحدد لون الشعر والبشرة والطول وكل الصفات الجسمية للإنسان كل كروموزوم يحمل حوالي 20 ألف من الجينات وبناء على هذه الجينات قد يشبه الإنسان جهة والدته أو جهة والده بحسب أي جينات غالبة وقد لا يشبه أي منهما وقد يشبه أحدهما في شيء ويشبه الآخر في شيء آخر تجد مولودا يشبه والدته في الشعر ولكنه يشبه والده في ملامح وجهه مثلا فالعملية معقدة وليست بالبساطة التي يصورها الحديث ماء فوق ماء والماء الذي سبق هو الذي يحدد الشبه وصف كهذا يعد مجرد أفكار ساذجة كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية لا علاقة لها بالعلم الحديث من بعيد ولا من قريد فكيف يجر أي شخص أن يعدها على أنها من الإعجاز العلمي أيضا الدكتور منتون يوضح لنا كيف أن الحيوان المنوي يحمل نصف الكروموزومات والبويضة تحمل النصف الآخر وعند التقائهما يكونان 23 زوجا من الكروموزومات التي تحدد الصفات الجسدية والصفات الجنسية للمولود ولكن الخلية الكبيرة هنا هي البويضة دعنا نكبرها فننظر إليها بشكل أفضل هذه هي ومساهمة الأنثى تجري هنا أترى هذه النقاط الزرقاء تلك هي الكروموزومات هذه مساهمة الأنثى للطفل الأنثى تساهم بنصف المعلومات الجينية يأتي الحيوان المنوي الذكوري إلى داخلها فتحصل على مجموعة قليلة إضافية من الكروموزومات نفس الحجم تقريبا كل منهما يحوي نصف المعلومات التي تحتوي عليها باقي خلايا الجسم فخلايا جسدنا تحتوي على معلومات كاملة ولكن هذه الخلايا الجرثومية تحتوي على نصف المعلومات هذا مهم لأنه إذا كان لدى كل مجموعة كل المعلومات فإن عدد الكروموزومات يتضاعف لدى اتحادها معاً الجيل الثاني يتضاعف ثم يتضاعف مرة أخرى فالذي سيحصل هو أن الكروموزومات الآتية من الذكر ستتحد بكروموزومات الأنثى لتشكيل بنية واحدة وهذا ما يسمى البوايدة الملقحة وهي إنسان كامل كل المعلومات الوراثية لصنع قلوب وأكباد وعضلات وأعصاب وجلد ووصلاة شعر موجود فيها الخطأ الرابع محمد يخطئ في معرفة المسؤول عن تحديد جنس الجنين ووقته الحديث الصحيح يعطينا قاعدة غريبة في كيف يتحديد جنس الجنين ففي حديث ثوبان يقول أن يهودياً جاء يسأل محمد عن جنس المولود كيف يتحدد قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به فالله بحسب هذا الحديث هو من أعطى لمحمد هذه المعلومات أنه إذا على مني الرجل مني المرأة كان المولود ذكراً وإذا على مني المرأة مني الرجل كان المولود أنثى وفي الحقيقة هذه مصيبة وليست إعجاز لأن الزوج 23 من الكروموزومات هو المسؤول عن تحديد الجنس فالكروموزوم القادم من الحيوان المنوي للرجل هو الذي يحدد جنس الجنين المرأة دائماً تعطي الكروموزوم X بينما الرجل يمكن أن يعطي X أو Y فإن أعطى X يكون لتنان X X وبالتالي يكون المولود أنثى وإن أعطى Y يكون لتنان X Y فيكون المولود ذكر إذن الأمر لا علاقة له بمني من هو الأعلى محمد كان يردد الثقافة السائدة ولم يكتفي بترديدها بل جعلها كلاماً أوحاه الله له والغريب أن اليهودي صدقها مما يعني أن نفس المعلومات كانت عند اليهودي أيضاً وهي على العموم معلومات غلط والأمر المضحك هو أن الحديث يتحدث هنا عن علو الماء هو الذي يحدد جنس الجنين وفي الأحاديث السابقة هو الذي يحدد الشبه إذن إذا على مني الرجل مني المرأة يكون المولود ذكراً ويشبه أباه في نفس الوقت وإذا على مني المرأة مني الرجل يكون المولود أنثى ويشبه أمه في نفس الوقت وكأنه لا يوجد ذكور يشبهون أمهاتهم أو إنات يشبهون أباءهم إنها خلطة عجيبة من الأحاديث الإسلامية تدل بوضوح على اختلاط المفاهيم عند محمد وعند رواة الأحاديث سألت الدكتور منتون عن هذا الحديث الذي يحدد فيه محمد جنس المولود بناء على علو ماء الرجل أو ماء المرأة وكان لنا الحوار التالي ماذا عن جنس الجنين أي أن يكون ذكراً أو أنثى محمد يقول أن مني الرجل أبيض ومني المرأة أصفر وعند التواصل الجنسي إذا على مني الرجل مني المرأة يكون مولود ذكراً وإذا كان العكس يكون المولود أنثى كيف تنظر إلى هذا الأمر من وجهة نظر علمية اليوم عفواً أي شخص يدرس علم أحياء عام التناسل وعلم الأجنة يفهم أنه في حالة البشر يتحدى جنس المولود من قبل الذكر وليس الأنثى وذلك لسبب وجود كروموزونات خاصة تدعى كروموزونات الجنس والذكر لديه نوعات X و Y من كروموزونات الجنس هذه ويعتمد تحديد المولود ذكراً أو أنثى على تفاعل أحد هذين النوعين مع الجينات الأنثوية وبالتأكيد لا علاقة لهذا بوضع السائل المنوي أو الأشخاص أو أي شيء من هذا إنها مجرد ملاحظة بسيطة وحقيقة علمية قابلة للتكرار وهي كروموزونات الجنس في خلية الحيوان المنوي للذكر وليس السائل المنوي أي في خلية الحيوان المنوي الموجودة في السائل المنوي إذن ليس له أي علاقة بالمرأة لا المرأة لا تحدد جنس الطفل هذا هو الشيء الأول والشيء الثاني هو أن لا علاقة له بالإفرازات أو وضعيات هذه الإفرازات صحيح لا جدال إذن هذا تصريح زاعد أي عالم أجدنا أي طبيب نسائي وتوليد وأفترض أي عالم أجدنا مسلم وأي طبيب توليد مسلم وأي باحث عصري في مجال علم الأحياء المعاصر سيفهم هذا تماما بل حتى المسلمين أنفسهم صاروا يخجلون من ترجمة هذه الأحاديث للغرب لأن الغرب سيدحك من سداجتها فنحن في الشعوب العربية لازالت الأمية تطغى على الناس ويمكن أن يقول الكثيرون صدق رسول الله وكذب العلم لكن الغرب لا يمكن أن تمر عليه تلك النصوص مرور الكرام ولذلك الصفحة الرسمية لصحيح مسلم مثلا لما ترجمت حديث الشبه هذا قامت بتحريفه وإضافة كلمات علمية إليه لا وجود لها في النص العربي على الإطلاق فقد ترجموا قوله إذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله ترجموها إلى إذا طغت كروموزومات وجينات الرجل كان المولود ذكر لاحظوا هذه الكلمات المضافة هنا لاحظوا الكروموزومات والجينات لخداع القارئ الغربي فهل إلى هذا الحد وصل الضحك على الناس؟ إذا كان النص الحديث يخالف العلم فأرجو أن تكون لديكم الجرأة لقول ذلك بدل إضافة كلمات من العلم إليه لستر عيوبه وتصحيح مفاهيمه الأمر الثاني إذا كان الجنس يتعلق بأي الماءين علىه فإن ذلك معناه أن الجنس الجنين يتحدد من أول اللقاء الجنسي في حين أن أحاديث أخرى تناقض هذه المعلومة ففي الحديث الصحيح نجد محمدا قد قال إذا مر بالنطفة تنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال اسمعوا هذه يا رب أذكر أم أنت فيقضي ربك ما شاء وفي حديث آخر يتحدث محمد عن نفس الموضوع يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنت فيكتبان وهذا يعني أن مسألة تقرير الذكورة والأنوتة تحصل بعد مضي أربعين ليلة أو خمسة وأربعين لا قبلها وهو شيء مخالف للعلم إطلاقا ويعارض الحديث أو الأحاديث الأخرى التي تتحدث عن علو ماء الرجل أو ماء المرأة في اجتماعهما فجنس الجنين محدد من أول دخول الحيوان المنوي إلى البويضة لا بعد أربعين ليلة لكن بدلا يعترف علماء الإسلام بهذه الأخطاء يدعون أنها إعجاز للاستدلال على أن دعاة الإعجاز يضحكون على المسلمين قبل غيرهم هو هذه القصة العربية التي ذكرت في كتب التراث العربي وهي تتعلق بأبي حمزة الضبي مع زوجته التي لم تكن تلد إلا الإناث فهجرها لهذا السبب وأنشدت ما لي أبي حمزة لا يأتينا يعني هجرنا يظل في البيت الذي يلينا يظل في البيت الذي بجوارنا غضبان ألا نلد البنين والله ما ذاك بأيدينا وإنما نحن كالأرض لزارعين نحصد ما قد زرعوه فينا فإذا أردت أن أحذو وحذو دعاة الإعجاز لقلت أن زوجة أبي حمزة الضبي كانت نبية فهي قالت ما ذلك بأيدينا يعني أن بويضة المرأة ليست هي المسؤولة عن تحديد جنس الجنين وإنما نحن كالأرض لزارعين يعني هي مستقبلة فقط لكروموزوم الرجل الذي يحدد الجنس ولذلك قالت نحصد ما قد زرعوه فينا يعني نحصل على الجنس أو جنس المولود عفوا مما زرعوه فينا ولاحظوا تعبير الزرع وهذا يدل على انغراس رأس الحيوان المنوي في البويضة أنه قلد الإعجازيين فمن أين لزوجة أبي حمزة الضبي هذه المعلومات لو لم يكن قد أنبأها العليم الخبير زوجة أبي حمزة الضبي نبية إذن ودليل نبوتها هو الإعجاز العلمي في أبياتها الشعرية بحسب مقياس دعاة الإعجاز الخطأ الخامس محمد يخطئ في معرفة مصدر المني سؤال هل حدد القرآن مصدر المني؟ نعم القرآن تحدث عن هذا لكن بغموض يتطلب من الكثير من البحث لاستجلائه فقد قال القرآن في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء ضافق يخرج من بين الصلب والترائب فما هو الماء الضافق المذكور هنا؟ وما معنى الصلب والترائب؟ الماء الضافق بحسب المفسرين هو المني والضفق هو سب الماء دفقت الماء أدفقه دفقا سببته فهو ماء ضافق أي مضفوق قال الفراء والأخفش من ماء ضافق أي مصبوب في الرحم فالضافق هو المنضفق بشدة قوته وعراد ماءين؟ ماء الرجل وماء المرأة لأن الإنسان مخلوق منهما لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما الصلب والترائب قال ابن زيد في قوله يخرج من بين الصلب والترائب قال الترائب الصدر وهذا الصلب وأشار إلى ظهره وهذا هو المعنى الأول أي أن ماء الرجل هو الماء الضافق يخرج من بين ظهره وصدره والمقصود في هذه الحالة أن المني هو عصارة القلب وهذا ذكره التبري كأحد المعاني المحتملة عن ابن أبي حبيب المديني حدته أنه بلغه في قول الله يخرج من بين الصلب والترائب قال هو عصارة القلب ومنه يكون الولد المعنى الثاني للصلب والترائب عن عكرمة يخرج من بين الصلب والترائب قال صلب الرجل وترائب المرأة أي ظهر الرجل وصدر المرأة والمعنى أن مني الرجل مصدره ظهره ومني المرأة مصدره صدرها وعن الحسن المعنى يخرج من صلب الرجل وترائب الرجل ومن صلب المرأة وترائب المرأة إذن ثلاث احتمالات على الأقل لمصدر المني من بين ظهر الرجل وصدره عصارة القلب من ظهر الرجل وصدر المرأة أو من بين ظهر الرجل وصدره ومن بين ظهر المرأة وصدرها عصارة قلبيهما وهذه المعاني كلها معاني خاطئة كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية آنذاك وتؤكدها اللغة حتى أننا في اللغة العربية نقول فلان ابن فلان من صلبه فالصلب في لغة العرب هو الصلب أو الصلب عضم من لدن الكاهل إلى العجب والصلب من الظهر وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب والعرب كانوا يعتقدون كغيرهم من الشعوب أن الظهر هو مصدر المني وقد أكد القرآن هذه المعلومة الخاطئة في آية أخرى حيث قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى رغم أن الآية تحدث عن عمل غيبي حصل لآدم فإن رمزيته تقتدي أن الله أخذ الخلق من ظهر آدم أي من المكان الذي سيخرج منه المني الذي سيخلقون منه فيما بعد بل إن عبدالله بن مسعود قال لزيد بن تابت أو عن زيد بن تابت في قصة جمع المصاحف والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر أي لقد أسلمت حين كان زيد لا زال عبارة عن مني في ظهر رجل كافر مما يدل على أن هذا الاعتقاد كان شائعا بين العرب ولكن العلم يؤكد أن الحيوانات المنوية تنتج في الخصيتين حيث يتم إنتاج ما بين 200 إلى 500 مليون حيوان منوي خلال كل قذف والسوائل التي تشكل مني يتم إنتاجها في كل من الحويسلات المنوية والبروستات وغدة كوبر لكن الخصيتين هما منبع الحيوانات المنوية التي ستلقح البوايدة وبالتالي في المصدر هو الخصيتان وليس ظهر الإنسان كما يقول القرآن أو مصطلح عليه بكلمة الصلب دكتور منتون يحدثنا عن الأعضاء التي تساهم في تكوين المني عندما يخرج السائل المنوي لا يكون فقط منيا يأتي من الخصيتين بل هناك ثلاث غدد مختلفة تساهم بتكوينه هي البروستات والحويصلة المنوية والبربخ وهذه تزود السوائل التي تحمل في الحيوانات المنوية وعندما يخرج المني يكون على شكل سائل ولكن سريعا ما يتخثر بعد ذلك الخلاصة ما نستخلصه هو أن محمدا لم يقدم أي جديد لا يعرفه الناس آنذاك فكل المعلومات الواردة في الآيات القرآنية والأحاديث هي معرفة شعبية كانت سائدة بين الناس في شبه الجزيرة العربية وغيرها من المناطق بل سبق الناس محمدا في معرفة أن المني له علاقة بتكوين الجنين في رحم المرأة لكنهم لم يكونوا على علم بتفاصيل هذه العملية من تلقيح البويضة عن طريق الحيوان المنوي فالكتاب المقدس مثلا سبق القرآن في الحديث عن دور المني في عملية تكوين الجنين مثلا نقرأ عن رجل يدعى أونان قال له يهودا أن يدخل على أرملة أخيه ليقيم نسلا لأخيه لأن اليهود كان إذا مات الأخ يتزوج أخوه بأرملته حتى يقيم نسلا لأخيه حتى يبقى له ذكر المهم أن الكتاب يقول فعلم أونان أن النسل لا يكون له فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه أونان إذن علم أن ماءه له دور في إقامة النسل ولذلك كان يفسد على الأرض حتى لا يتم الحمل إذن هذه معرفة موجودة ومنتشرة قبل القرآن عند الكثير من البشر وأنا أعطيت فقط مثالا بسيطا على ذلك من الكتاب المقدس وهناك مثال أكثر دقة وهو في سفر أيوب ولاحظوا التشابه بين الوصف القرآني وبين وصف أيوب الذي تفصل بينهما مدة زمنية تزيد عن 1400 سنة يقول أيوب مخاطبا الله يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا أفتبتلعني؟ أذكر أنك جبلتني كالطين ومرحلة الطين هي هذه وهنا يقول القرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أفتعيدني إلى التراب؟ ألم تصبني كاللبن؟ في إشارة إلى ماء الرجل النطفة وهنا يقول القرآن ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يكمل كتاب مقدس وخترتني كالجبن تختير وهنا ما يصطلح عليه في الإسلام العلقة والمضغة وهنا يقول القرآن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة إلى آخره كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعضام وعصب اللحم والعضام وهنا يقول القرآن فخلقنا المضغة عضاما فكسونا العضام لحما منحتني حياة ورحمة وهنا يقول القرآن ثم أنشأناه خلقا آخر ومعنى الخلق الآخر كما سنرى لاحقا هو نفخ الروح أي منح الحياة وصف أيوب نابع من معرفة شعبية مشتركة وأيضا مبنية على الملاحظة البسيطة والوصف في حد ذاته لا يعتبر خطأا إن كان وصفا مجازيا وكانت الغاية منه روحية أو أدبيا لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبره مادة علمية تعطينا تفصيلا عن كيفية تكون الجنين ولقال علماء القرآن أن الوصف في القرآن مجازي وأن القرآن في سورة العلق عكس معرفة كانت منتشرة في محيطه وقبله لما عملنا هذه الحلقة لكن أن يتطاول دعاة الإعجاز على العلم ويدعون أن مجرد قول القرآن أن الإنسان يتكون من نطفة أم شاج أي ماء مختلط هو أعجاز هنا يصير الأمر ضحكا على البسطاء من الناس وخداعا لهم يجب أن يكشف بالحجة والدليل والبرهان وصلنا الآن إلى مرحلة العلقة فما هي هذه المرحلة وما هو تعريف العلقة وما هي مدة طول هذه المرحلة وما هي أهم الخصائص التي تميزها وردت كلمة علقة خمس مرات في القرآن ومرة واحدة وردت بصيغة الجمع علق إذا المجموع ست مرات في القرآن كله بل إنها وردت في ثاني آية ذكرها محمد بحسب التراث الإسلامي حيث أن الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق والآية الثانية خلق الإنسان من علق فهل ذهب محمد يجري إلى خديجة ليسألها عن معنى العلق؟ هل تساءل محمد لاحقا ما معنى العلق؟ أم أن المعنى كان عنده معروفا؟ إننا لا نجد حتى خديجة أو أي شخص من أصدقاء محمد وأتباعه ومعارفه تساءل وقال أنا لا أعرف ما هو العلق عرفه لنا يا محمد مما يدل على أن التعبير معروف عند العرب وشائع ولم يكن غريبا عليهم فضلا عن أن يكون معجزا في نظرهم كما يريد هوات الإعجاز أن يفهمون جاء في لسان العرب تعريف شامل لكلمة العلق العلق الدم ما كان يعني أين كان وقيل هو الدم الجامد الغليط وقيل الجامد قبل أن ييبس وقيل هو ما اشتدت حمرته والقطعة منه علقة وفي حديث سرية بني سليم فإذا الطير ترميهم بالعلق أي بقطع الدم الواحدة علقة وفي حديث ابن أبي أوفى أنه بزق علقة ثم مضى في صلاته أي بزق قطعة دم منعقد ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء علقة لأنها حمراء كالدم وكل دم غليظ علق نفس المعنى يؤكد قاموس المحيط حيث يقول العلق محركة الدم عامة أو الشديد الحمراء أو الغليظ أو الجامد القطعة منه بهاء أي علقة وفي الشعر الذي يطلق عليه اسم الشعر الجاهلي هناك أشعار كثيرة ذكرت العلق في سياق الحرب مما يدل على أن معناها الدم لأن الدم هو ما يسيل في الحرب فمثلا قال عنطار بن شداد فلو لاقيتني وعلي درعي علمت على ما تحمل الدروع تركت جبيل بن أبي عدي يبل ثيابه علق نجيع علق النجيع هو الدم الطري أو الدم الضارب إلى السواد والبعض قال هو دم الجوف وقال الشاعر زهير بن أبي سلم وَلَنِعْمَ حَشُو الدِّرْعَ عَنْتَ لَنَا إِذَا نَهَلَتْ مِنَ الْعَلَقِ الرِّمَاحُ نَهَلَتْ مِنَ الْعَلَقِ الرِّمَاحُ يعني نهلت من الدم الرِّمَاحُ إِذَا نَهَلَتْ مِنَ الْعَلَقِ الرِّمَاحُ وَعَلَتْ إذن العلق هو الدم الجامد في اللغة وفي شعري العرب فهل من الإعجاز أن نقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من دم جامد أو دم غليد لنتأكد أولا أن هذا ما قاله المفسرون عن الآيات التي ذكرت العلقة أو العلقة تقول الآية محور دراستنا في الصورة التي تدعى المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة هنا يقول الرازي مفسر الآية أي حولنا النطفة عن صفاتها إلى صفات العلقة وهي الدم الجامد يعني باختصار شديد القرآن يقول حولنا ماء المني المختلط من ماء الرجل وماء المرأة حولناه إلى دم جامد يؤكد تفسير ابن كتير هذه الخلاصة فيقول أي ثم سيرنا النطفة وهي الماء الضافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ذهره وترائب المرأة وهي عظام صدرها فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة قال عكرمة وهي دم ويقول الطبري في تفسير سورة العلق اقرأ يا محمد بذكر ربك الذي خلق ثم بين الذي خلق فقال خلق الإنسان من علق يعني من الدم بداءا على هذا التفسير يمكننا أن نقول أن صورة العلق اسمها صورة الدم وأن أول الآيات التي أتت لمحمد تقول له إن الإنسان خلق من دم جامد نقرأ في الحديث أن رسول الله أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فسرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة وفي شرح الحديث نقرأ فاستخرج منه علقة بفتحتين أي دما غاليظا وهو أم المفاسد والمعاصي في القلب إذن محمد اعتقد أن الملائكة استخرجت منه علقة فلا يمكن أن تكون العلقة هي الحيوان المنوي لأن قلب محمد أكيد لا توجد بداخل حيوانات منوية إذن فالعلقة بحسب هذا الحديث هي عبارة عن دم جامد غليب وهذا يتماشى مع وصف القرآن ومع التفاسير ومع اللغة ومع الشعر العربي وفي حديث آخر يقول عن عطاء بن السائب رأيت ابن أبي أوفى بزق علقة ثم مضى في صلاته وهنا المعنى أنه بزق قطعة دم من فمه وهذا هو معنى العلقة وفي الحديث الصحيح الذي يتحدث عن مراحل الجنين ويعتبر تفسيرا القرآن يقول إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات ويكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح إذن بعد النطفة التي تدوم أربعين يوما يكون علقة مثل ذلك لكن ما معنى يكون علقة مثل ذلك يقول ابن حجر ومعناه أنه تكون بتلك الصفة مدة الأربعين ثم تنقلب إلى الصفة التي تليها ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيئا فشيئا فيخالط الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد انعقادها وامتدادها ويجري في أجزائها شيئا فشيئا حتى تتكامل علقة في أثناء الأربعين والمعنى هنا أن النطفة تتحول فجأة إلى دم أو أن الدم يخالطها تدريجيا حتى تصير كلها دما عند تمام الثمانين يوم أي الأربعين الثانية وهذا يؤكده كتاب عون المعبود أيضا حيث يقول ثم يكون علقة أي دما غليظا جامدا مثل ذلك أي مثل ذلك الزمان يعني أربعين يوما إذن النطفة تتحول إلى دم جامد يكون من أربعين إلى اليوم الثمانين ولنعكد كلامنا نأتي بما قاله أحد الشيوخ عن العلقة فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة العلقة الدم الجامد لكنه يقبل اللي وهذا طور من أطوال النطفة إذن الخلاصة من كل هذه الاستشهادات اللغة القرآن التفاسير الآحاديث وشروح الحديث وأنها كلها تجمع على أن المقصود بالعلقة هو قطعة الدم الجامد والمقصود بالعلقة هو الدم الجامد فهل يحق للمسلمين للدعاء بأن القرآن معجز وفيه إعجاز علمي إن كان يدعي أن الجنين يكون لمدة أربعين يوما في حياته عبارة عن قطعة دم جامد هل يمكن أن ندرس في جامعاتنا لأطباء الولادة والأجنة أن الجنين يكون من حوالي الأسبوع السابع إلى الأسبوع الحادي عشر يكون عبارة عن قطعة دم جامد لننظر إلى الجنين في هذه المدة حتى نعرف خطأ القرآن الفضيع في هذه الناحية انظروا كيف يكون الجنين وما شكله في هذه الفترة التي يقول عنها القرآن مرحلة العلقة أو مرحلة الدم الجامد إنه الطفل مكتمل الملامح في هذه الفترة التي يدعي القرآن والأحاديث أنها فترة العلقة أو فترة الدم المتخطر الغليد الجامد حاول الإعجازيون إطلاق اسم العلقة على الشكل الذي يكون فيه الجنين في اليوم ٢٣ وقد حذفوا أجزاء كثيرة من الجنين مثل السرة وكيس المح حتى يبقوا على هذا الجزء فقط وأخذوه من منظور جانبي ثم طمسوا ملامحه ليجعلوه غصبا عنه يشبه دودة العلق كما يقولون ثم قالوا إن هذا هو المقصود في القرآن وهذا يتنافى مع شيئين على الأقل أولهما المدة الزمنية الحديث والمفسرون يضعون مرحلة العلقة بعد الأربعين يوم والتي تكون فيها مرحلة النطفة أما الصورة التي يعتمد عليها أصحاب هذا الرأي فهي صورة اليوم الثالث والعشرين وبالتالي بحسب الحديث هي تنتمي لمرحلة النطفة لمرحلة العلقة تاني شيء أن شكل الجنين الحقيقي في اليوم الثالث والعشرين هو هذا الشكل أمامكم وهذه كلها أجزاء من الجنين وبالتالي هو لا يشبه دودة العلق لا من بعيد ولا من قريب بالإضافة أن العلقة لا يقصد بها الدودة بل يقصد بها الدم الجامد كما رأينا هناك الكثير من الأخطاء العلمية المتعلقة بهذه المرحلة صحيح أن القرآن لا يحدد مدتها ككل المراحل لكن كم الأحاديث الصحيحة في هذا الإطار يثبت بما لا مجال للشك أن مدة العلقة في أقوال محمد وفي أقوال الصحابة والتابعين هي مدة تبدأ من اليوم الأربعين إلى اليوم الثمانين وسأبين لكم الآن على سبيل المثال للحصر بعض الأخطاء الجسيمة التي تعبر عنها هذه المرحلة الخطأ الأول الجنين لا يكون في أي مرحلة عبارة عن قطعة دم جامد الجنين لا يكون في أي مرحلة من مراحله عبارة عن قطعة دم جامد بل إن الدم لا يبدأ دورانه في الجنين إلا في اليوم الواحد والعشرين وقد سألت الدكتور منتون عن رأيه في أي نص قديم يتجرأ ويقول أن الجنين يكون عبارة عن دم لمدة أربعين يوما فكان لنا هذا الحوار فإذا قرأت أي نص قديم ودعنا ننسى أنه القرآن أو أي نص إسلامي صحيح أي نص قديم أي نص قديم يقول أنه لمدة أربعين يوما يكون الكائن البشري مجرد دم وهنا نرى أنه في أربع وعشرين ساعة حسب قولك يتم التلقيح وكل شيء فكيف تنظر إلى هذه النصوص القديمة ماذا يمكنك القول عنها من وجهة نظر علمية من وجهة نظر علمية لا تضيف أي شيء لمعرفتنا العلمية مفهوم هل هي خطأ هل يمكننا القول أنها معرفة خاطئة هل هي زائفة إنها معرفة غير مطلعة أو ساذجة وهو ما أتوقعه من أناس ذلك الوقت هذا ما كان يفهمه الجميع لم يكونوا على دراية بالبويضات ولم يكونوا على دراية بالحيوانات المنوية لم يكونوا على دراية بعملية التلقيح التي تنتج الكروموزونات والمعلومات الجينية هذه ليست ظاهرة التخثر سوف تأتي بعد فترة طويلة ما ننظر إليه هنا هو قبل أن يحدث التخثر أتعلم بعد عشرة أسابيع كل البنية الكاملة للدماغ تكون قد تشكلت في عشرة أسابيع الخطأ الثاني مرحلة العلقة تخالف العلم في صفات الجنين بين أربعين وتمانين يوم بعد عشر أسابيع يكون الجنين قادرا على تحريك يديه ورجليه يعني بعد حوالي سبعين يوما لكن القرآن والحديث الذي يفسره يجعلان هذه المرحلة هي مرحلة دم فقط مرحلة الدم الجامع دكتور منتون يتحدث عن تفاصيل الجنين ابتداء من الأسبوع السادس هكذا يبدو الطفل في الأسبوع السادس عند هذه النقطة تلتف المشيمة على كامل جسد الطفل يقل حجم كيس الصفار جدا الآن ولا يعود الطفل بحاجة إليه فهو ينتج دمه الآن ربما من الكبد في الأسبوع السابع يبدو الطفل متصلا ببعض الأعضاء التي تكون بالقرب من المشيمة انظر إلى القدمين هنا في الأسبوع السابع انظر إلى أصابع القدمين انظر إلى اليدين انظر إلى العين والأذن هنا في الخلف دعنا ننظر من خلال إضاءة أكبر لهذا انظر إلى هذه الأصابع في الأسبوع السابع وأصابع القدمين كيف تشكل هذه الأصابع؟ في البداية كانت كمجتاف أنت رأيت في الصور الأولى للجنين كيف بدت كميثار ولصنع الأصابع هناك موت خلايا محدد يحدث لليد فتتحول إلى شرائح كما ترى تماما كما يفعل السكين وإذا لم يحدث هذا يصبح لديك أصابع منتصقة بعض الأشخاص مولودين مع ما يسمى التحام الأصابع فالأصابع هي نتيجة ما يشبه عملية قطع من خلال برنامج موت الخلايا هنا جنين في الأسبوع العاشر في الأسبوع العاشر يمكن للطفل أن يحرك يديه ورجليه إذن كيف يمكن اعتبار الجنين علقة قطعة دم جامد علما ألا يعد ذلك وصفا بدائيا في ظل وجود العلم المتقدم الآن الذي يمكنه أن يصور لنا الجنين لحظة بلحظة هل يمكن اختصار أربعين يوم من التطورات في كلمة واحدة علقة هل هذا من العلم في شيء ألا يخجل دعاة الإعجاز؟ أنهم لا يخجلون إطلاقا بل يدعون أن وصف القرآن للجنين عبارة عن قطعة دم جامد ليس علما فحزب بل هو قمة العلم إعجاز علم أعجز البشر وسأقتبس المثل المصري وأقول صحيح اللي اختشوا ماتوا الخطأ الثالث مرحلة العلقة هي قبل نفخ الروح بحسب الإسلام فنحن نود الحديث في هذه المرحلة مرحلة العلقة أو بتعبير أدق مرحلة الدم الجامد أن القرآن والحديث يعتبران الجنين في كل هذه المرحلة منعدم الحياة لم تنفخ فيه الروح بعد لم يقرر بعد مصيره حيث يقول الحديث على لسان محمد إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعي إذن نفخ الروح يتم بحسب هذا الحديث بعد 120 يوم فمرحلة العلقة إذن هي مرحلة ما قبل نفخ الروح ما قبل الحياة وهذا من الأخطاء العلمية الفادحة لأن الجنين حي من أول ما يتم تلقيح البويضة بل إن الحيوان المنوي حي قبل ذلك بدليل تحركه وهذه الحياة تنتقل إلى الجنين المتكون من التقاء الحيوان المنوي والبويضة فالحديث عن حياة أو نفخ الروح حديث لا معنى له في الطب على الإطلاق لا يكون الجنين من 40 إلى 80 يوم مجرد دم جامد لا حياة فيه بل يكون جنينا حيا يتحرك ويمكن رصد تحركاته ورؤيتها بفضل تطور العلم الحديث مما يتبت أن رسول الإسلام لم يكن يعرف عن العلم إلا ما يعرفه العامة من الناس أندك وسأخصص محورا كاملا لمرحلة نفخ الروح حين أصل إليها لأعطيكم المزيد من التفاصيل عنها الخطأ الرابع أنه لا يتم تحديد جنس الجنين إلا في مرحلة العلقة مرحلة الدم الجامد هذه التي يقول عنها القرآن العلقة هي المرحلة التي يتم تحديد جنس الجنين فيها بحسب الحديث الصحيحة المروية عن محمد حيث قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين يوما أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنت فيكتبان ويكتب عمله وأثر وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص إذن لا يكتب الملك المرسل من الله جنس المولود إلا في مرحلة العلقة لأنه في عرف الإسلام لا يتقرر مسير الجنين ولا رزقه ولا أجله ولا جنسه إلا في هذه المرحلة بعد أربعين يوم أو خمسة وأربعين يوما من النطفة وقبل ذلك لا يكون جنس الجنين مقررا بعد وهذا من الأخطاء العلمية الجسيمة لأننا كما رأينا من قبل أن الكروموزومات تحدد جنس المولود من أول تلقيح البوايدة بل إن الطب اليوم وبفضل التلقيح الصناعي يمكن أن يختار الأزواج جنس مولودهم أيضا بينما محمد علمنا في أحد أحاديثه أن الله لا يقضي في جنس المولود إلا بعد مرور الأربعين يوم حيث قال إذا مر بالنطفة تنتاني وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعة وبصرة وجلدها ولحمة وعظامة ثم قال يا رب أذكر أم أنت فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله ويقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يدي فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص يذهب الملك إلى النطفة بعد مرور اتنين وأربعين ليلة يعني مرحلة العلاقة يسورها يخلق السمع يخلق البصر الجل اللحم العظام ويسأل الله عن الجنس الذي يريده يا رب هل تريدها ذكر أم تريدها أنت بعد اتنين وأربعين يوم ويقضي الله يعني الله يقرر ذكر خلي ذكر فيكتب الملك في صحيفة هذه الأمور وبعد أن يكتب الأجل والرزق يخرج الملك والصحيفة في يده إلى آخره يبدو أن الملائكة والله في عرف الإسلام متأخرون عن العلم العلم يعرف جنس الجنين من خلال الكروموزومات بينما الملائكة لازالت حتى بعد اليوم الأربعين تتساءل عن جنس المولود يا رب قل لنا ماذا قررت والله يكون لازال لم يقرر بعد جنس هذا المولود هل نصدق العلم أم نصدق معلومات محمد البسيطة البدائية الساذجة أترك لكم الحكم أليست هذه إهانة في حق الخالق يقول الكتاب المقدس في المقابل على لسان داود رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تسورت إذ لم يكن واحد منها يعني أن الله يعرف كل أعضائنا في التصور قبل الوجود وليس أنه يبعث ملاكا يحمل صحيفة بعدما كان اللي كان وصار اللي صار إلى هنا يتوقف الجزء الأول من هذه الدراسة سأكمل الجزء الثاني معكم في الحلقة القادمة أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والتي سنتحدث فيها عن باقي المراحل إلى اللقاء شكرا